بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزائي المتابعين معكم أخوكم حميد دشتي بوسماعيل اليوم التاريخ 11-8-2022 اليوم يوم الخميس اليوم موضوعي رح يكون عن النفس والقرآن يذكر ثلاثة أقسام من النفس القسم الأول النفس الأمارة بالسوء القسم الثاني النفس اللوامة القسم الثالث النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء تعريفها هي النفس التي تأمر صاحبها بالعمل السيء والفاحشة والمعاصي والذنوب والكبائر والتباع الهوى والشهوة دون التفكر أو الالتفات للشريعة الإسلامية يعني غفلة مما يؤدي إلى جلب الظلم الظلم لنفسه والضلال الظلم لنفسه والضلال السبب شنو؟ السبب هو طبعا حب الدنيا مما يؤدي إلى ترك الصلاة وترك قراءة القرآن وترك العبادات وترك عمل الخير يعني ضايع ضايع والله سبحانه وتعالى أيضا يعطينا درس من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فأن له معيشة ضنكة يعني حياته كلها مشاكل غم وهم وثقر تلقى كله يتحلطم ضيق في المعيشة أموره ما تمشي مشاكل دائما يشتكي العلاج شنو؟ أيضا الجواب من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا بذكر الله تطمأن القلوب يعني ارجع حق ربك استغفر استغفر ارجع سهل الرجوع سهل إلى رب العالمين عندنا القسم الثاني قسم الثاني النفس اللوامة تعريفها شنو هي النفس التي لا تثبت على حال واحدة فهي كثيرة التقلب النفس اللوامة توبخ صاحبها الندم وهذا شيء حلو طبعا شيء حلو يعني عدالة حتى ترجع حق رب العالمين حتى تغير من نفسك دائما النفس اللوامة تلوم صاحبها دائما فيعيش يعيش الإنسان في صراع بين الخير والشر العلاج شنو العلاج هو جهاد النفس والتوبة والاستغفار ما أسهله سهل جدا صراحة وقت سهل أنك تستغفر ربك سبحانه وتعالى أنك ترجع حق ربك عندنا القسم الثالث اللي هو النفس المطمئنة أيضا رب العالمين ذكر هذا القسم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا القسم بالنفس المطمئنة جعلنا الله إياكم من هذا القسم إن شاء الله وإن شاء الله أجبكم الفيديو لا تنسونا إن شاء الله من اللايك أخوكم حميدشتي وإسمائي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر